والله لانتقم منك يا فار يا جيري هيك بتحطني على اعلى مكان في العالم وبتتركني هذا الفار جيري سوا فيني مقلب وانا صرت اكرهه كتير كتير لان نوة 24 ساعة بسوا فيني مقالب ياريت اني امسكه المشكلة انه هو سريع وبيضله يهرب طلعوا وين حطني وهرب والمشكلة الان انا بخاف من الاماكن المرتفعة وما بعرف كيف بدي انزل يعني لو قفزت على هاي الماي اكيد راح اموت لا لا ما راح اقفز والله بخاف هاي تعالوا نزلني تعال والله ما بعرف وينه راح وهرب وخلاني في هذا المكان مش عارف معقول هو سوالي لغز او اشي شو هادا استنوا شوي هاي البلوكة بتختلف وشايف في لون تحتيها خليني بدأ اكسرها اه شو هادا معقول هذا صندوق خليني افتحه والله صندوق في جناح طيران واخيرا هين وجدت الحل الهروب من هذا المكان والله الان انا بدي اروح لعنده هذا الفار وارجي ايش راح اسوى فيه بس قبل هيك بدي اروح على الكوكب تبعي ووبا هاي الكوكب تبع جيري وانا راح اروح بيوم من الايام ورح ااخد تي انتي ومتفجرات ورح اروح افجر له اياه لاني صرت اكرهه كتير اربع وعشرين ساعة بسوي فيني مقالب وانا صرت غاضب خليني بدأ اشتري من آلة الكولا اشتري كريبر كولا اعطيني اياه يلا لانه انا بصراحة كتير كتير مزعوج منه هذا الفار ليش يك بظلوا يسوي فيني مقالب بس خلاص انا بيوم من الايام راح امسكه راح احطه بالسجن يلا خليني انزل سويت هذا السجن للفار جيري ولكل الفقران علشان لما امسكهم بدي احبسهم هون خليني بدأكل كوكيز مع حليب زي هيك رائع هيه استنوا شوي هاي البواب مش انا اللي بنيتها مين حطه هون يا حبيبي معقول بتفتح والله ما في اي حدا هون بس كيف هيك انبنات خلاص خليني بدأفتحها هاينا فتحتها شو هادا استنوا شوي هادا علم دولة سيئة كتير وانا بكرهها هادا دولة علم اخرائيل ايوا والله ما بحبها بالمرة بس ليش يك فيه كبس بالمنتصف معقول اذا كبست عليها راح يتحول هادا العلم الى العلم الفلسطيني وراح ننتصر والله ما بعرف خليني بدأكبس على هادا الزير بعد واحد اثنين ثلاثة اوه كبس اكبس يا سلام والله شو اللي صار ما بعرف خليني اشوف استنوا شوي شوي الاسلحة المعاي ومين انت شو بتسوي هون انا هو الجند الاسرائيلي شايف كيف انا متخبي لاني خايف كتير كتير شو رايك انت تنضم لانا اوه والله فكرة حلوة كتير هاينا انا حولت لوني الى اللون الازرق علشان يصير شكلية زي هذا الشكل شكل خليني اشوف والله مش علو العلم هذا ليه شيك طيب انتو حطينا هذا العلم ما بعرف خلص انت راح تنضم لانا شوف السجين سويناه مليء بالناس الفلسطينية هاي والله نكسر راسك بس نطلع احنا ما بالخاف منك ابدا ابدا اه والله والله نطلع اكسر لك راسك انت يا توم بتصير اسرائيلي اه والله لما نطلع من هون ايه لنفجرك تفجير يا حبيبي والله انا خايف كتير خليني ارتدي هادولا للدروع زي هيك وزي هيك لان انا بخاف بخاف اطلعوا له هادولا ويكسروا لي راسي يلا يلا خليني اعبي الطلقات كمان والله نكسركم تكسير خلاص انا صرت اسرائيلي خدلك ايه واي واي ايه احنا ما بصير فينا اي اشي لان احنا اقوياء اه والله انا مش حاسز بولا اي اشي اوف والله ذول اقوياء كتير مش عارشوا كيف بدي عذبهم بس خلاص كويس انه انا صرت اسرائيلي علشان بدي اقضع على الفار الفار جيري اول ما يجي رح يشوف الجنود تبعوني ورح يمسكوا يلا خليني اطلع زي هيك مرحبا يا جيشي اقو جيش بالعالم وهي السجل موجود هون اي حدا بيجي حطولي يا غاد امرك يا سيدي ايوا زي هيك هين انا صرت الرجل قوي كتير وصرت انا الكل بخاف مني ولابس دروع قوية ومعي هذا السلاح علشان بدي ادمر هذا الكوكب كوكب جيري وانه فرحان كتير كتير خليني انا بدي اشد السون وبدي اشد في مين بدي اشد في جيري فخ علشان اول ما يجي اقبض عليه وحطه بالسجن تحت معد لكن الناس الفلسطينيين وبعدها انكسر لهم راسهم ونضمنطخهم ونعذبهم يا سلام انا او جيري 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 انا او الفار جيري انا اليوم موجود عندي الجبنة لانه انا بحب الجبنة كتير كتير خليني بدأكل نم نم نام وباي يا سلام والله اني بحب الجبنة وبحب الفقران تعال انت خد هذه يا سلام يلا كل ايوه زي هيك شايفين كيف هاي الفقران هذا ابن عمي ابن خالي وهذا كمان اخوي كل ياتهم بحبوا الجبنة واحنا عائلة الفقران منحب الجبنة يا سلام ايوه كل اتنين على حب هاي اتنين هون وهاي اتنين هون يلا انت تعال وانت كمان تعال ايه شو هذا سوينا صف كبير تعال زي هيك وابا يا سلام والله فكرة حلوة هاي تعالوا انتو زي هيك ويلا تعال انت هاي نسويت انا الان قطار من الفقران يلا انت اخد لك هاي وانت اخد لك هاي يا سلام والله حلو كتير كتير كيف احنا بنسوي وكيف احنا بنسوي شغلات مضحكة خلاص بكفي انا اليوم بدي اطلع وبيدي اروح عند زوجتي جيرية مرحبا يا جيرية اهلا اهلا هاي هاي ده احكي لك شغلة شوف انت مين بتحب اكتر فلسطين ولا اسرائيل هاي شو هذا السؤال اكيد فلسطين لانه فلسطين هي اجمل دولة بالعالم وما في الدولة اسمها اسرائيل اكيد اكيد ولا انا كمان بحب فلسطين شوف بس كيف هاد القطوم ولا شكله شرير هو مين بحب شو رايك تروحوا تسأله اوه والله فكرة كويسة خلاص انا زمان ما شفت القطوم وبيدي اروح لعنده وبيدي اسأله مين بحب اكتر الفريق الاسرائيلي ولا الفريق الفلسطيني انا بحب فلسطيني كتير كتير لانه هي اجمل بلد ودولة بالعالم يلا يرح اروح ورح اسألك اياه ييه يلا روح روح اسألنا اياه اذا كان شرير بديك تكسر له راسه خلاص ماشي ماشي يلا خليني اطير هي لحظة شو هذا يا حبيب استنوا شوي ليش شكل الكوكب تبعه لونه على اللون تبع هاي الدولة المش كويسة وهادولة مين شو ادخليني اطلع كويس والله جيش من الاسرائيليين هادولة الكلاب شو بيسوون شو بيسووا والله لا كسرهم تكسير هادولة جلسين على الكوكب بحرسوله اياه هادو شكله تحول الى اسرائيلي وانا بكره كتير علشان ليك انا اليوم بدي اجد طريقة علشان بدي اعرف كيف بدي احرر السجنائل بالاسفل وبدي ادخل على الكوكب تبعه وكسر له اياه وادمر له اياه علشان يعرف انه احنا الاقوى يلا مستعدين علشان اجد الحل انا بدي ادخل عليه ولما ادخل عليه رح اشوف شو بيسوي انا وجدت الحل وابا لا 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 ايو زيك والله كانوا رح يكشفوني هاي شوه ده شفت فيه واحد هون خلينا اروح نتأكد ايوه هاي زي هيك هاينا انا الايش البست هذا الدريع اللي بيخليني مخفي واخد جرعة اختفاءه ما في اي حدا بشوفني طلوا عدولة فاكرين هون بشوفوا حركة بس انا خفي يلا خلينا اشوف هاي هون ما في اي اشي وينهم وين معقول يكون مخب الناس خلينا انزل بدي اشوفهم يلا انزل يا حبيبي في حارسهم خلينا اطلع هاي هاي الناس الفلسطينيين المساكين طلعوا كيف حابسهم هذا اللي اسمه توم الاسرائيلي وطلعوا كيف حاطت شكل العالم المقزس تابعه جوه هاي الخزنة سكر لي يا زي هيك هاي الحارس يصار خايف لانه هو شافني بسكر في هاي الخزنة والله لا طلعكو رح اطلعكو كل ياتو ودمر هذا الكوكب لانه هذا الكوكب اصبح كوكب للاشرار وانا بكره كتير كتير خلاص خلينا اطلع زي هيك يلا والله يا توم لا كسر لك راسك هاي انا بوعدك انه انا رح ارجع لك ورح ادمر لك الكوكب تبعك واسوي فيك اقوال فخوخ علشان انت صرت شرير وصرت اسرائيلي خلاص خلينا اطلع زي هيك ويلا بدي ارجع الى كوكبي ووبا بسرعة بسرعة والله اني انا زعلان كيف صار هذا اسرائيلي خلينا اروح اخبر زوجتي هاي 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 شو هذا مين اللي بتكلم معاي مين انت هاي ولك انا هو جيري بس انا مخفي لاني شرب جرعة اختفاء ونزلت الى كوكب توم اه طيب يلا شو وجد شو طلع بشجع اسرائيل ولا فلسطين ولا انت شايفك شكلك حزين كيف عرفت اني حزين وانا مخفي ولا ما بعرف من صوتك شكلك انت حزين خلاص ماشي انا رح احكي لك الحقيقة وهي انه توم الشرير طلع بشجع اسرائيل هو حابس ناس عنده جوا السجن وانا رح احرر الكل بس بالاول بدي انزل اكل جبنة زي هيك علشان اخذ الطاقة وبعدها رح اروح ورح ادمره تدمير يلا بسرعة هاي زي هيك يلا بدي اكتساعديني اكيد رح اساعدك لانو انا بحب الفلسطين يلا شو رح نسوي اول اش رح نعمل هو اني رح اجهز لهذا القد توماس اقوى الفخوخ بالعالم واقتله هو والجيش تابعه وبعدها رح انزل على الكوكب تابعه ورح احرر كل الرهائن ورح ايش انا افجر له الكوكب واه ولا حلوة الفكرة يلا خليني انا وياك نعمل حتى نكسره تكسير ونفوز على القد توما الاسرائيلي ايوا ايوا يلا بسرعة خليكو انتو يحموا هذا الكوكب لانو باي وقت ممكن هذا الفرجير يرجع لهون ويحاول انو يحرر الفلسطينيين موجود بالاسفل وايش انا اليوم جبت البيض علشان بدي انا اعذبهم خد لك اي انتو اياه ولا المضحكين ولا ننكسرك تكسير لما نطلع من السجن اي انا بحكي لك او والله والله انا ادامره تدمير قطيك بتسوي فينا وبتحطنا بالسجن او لانو كنتو معكو هاي الاشياء والرشاشات والسكاكين والله انا الانتقى منك يا حبيب ادوان مع مين بتكلمو هاي خليك انت قوي اذا بحاولوا يهربو امسكهم لانو ما ذولا يمكن يهربوا من السجن والله بخوفوني كتير كتير خلاص بدي اهرب انا من هون بسرعة بسرعة لانو بخاف ما بدا ضلنا اطلع عليهم وخاف يجوني ويطلعهم للسجن باي طريقة خلين انا بدي اضلني جالس هون وبدي استنى اي حدا يجي علشان بدي احمل هذا السلاح بوم 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 رح ارش شرش بسلاحي يلا يلا انا معي جيش قوي وما حدا رح يمسكني انا هو القتوم طوم الشرير الاسرائيلي انا الان غيرت شكلي الى الشكل الاحمر على شكل فلسطين واليوم انا بدي انتقيم من هادول الكلاب شوف هادا الجيش كيف خائفوا معه اسلحة والله اليوم انا لاربيهم بشكل مش طبيعي يلا مستعدين زيك خد لكاي بوم 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 ايوة يلا اين حرك زيك موت هين قتلتم هادول المجانين توم انا ايزيت حلشان بدي اقضعليك خد لكاي شوفوا توم شوفوا توم هايوا بتحذب بالاسفل ايو اخ اي يي هين قتلتهم وقتلتهم هادول الجيش تبعونهم بسرعة يلا مين ضايل بالاسفل خليني اشوف خد لكاي ايه شو هادا اي مين هادا الفار مين اخ شو هادا والله قوي كتير خد لكاي يلا موت زيك بوم خليني بدنا نقضع عليه يلا بسرعة قبيل ما يطخني ايوه زيك بسرعة والان انا بدي ااخد هذي المفاتيح بدي احرر الكل يلا بسرعة اطلعوا اطلعوا تعالوا معاي زيك 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 خليني ااخدهم افتحلي هادا زيك ايوه احرق للمكان بالكامل بوم هاي نحررتم يلا بسرعة بسرعة الان انا بدي احطهم في مكان امن خليني بسرعة شوف وين بدي انزل وين بدي اروح بدي احطهم مكان كويس بدي احطهم بافضل منازل بالتاريخ خليني انا بدي ابحث على المكان للنزول يلا بسرعة وابا ايوة زي هيك يا سلام ايوة هون يلا خليني الان شوية شوي وينبيد اروح خلينيبدا احطهم انا في افضل منزل بالعالم خليني انسوا زي هيك يا سلام يلا انزل وين بتحبوا تروحوا خلينينا نضعهم في هذا المكان وين 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 هي واحد يبدا حطه هون والتاني هون في افضل فندق بالعالم وابا يلا كيف انتوا فرحانين الان ولا لا اوه اكيد اكيد فرحانين شكرا للك يا ابني شكرا كتير انت انقذ حياتنا شكرا يا عمو كتير كتير لانك انت ساعتنا يا سلام والله انك انت يا جاري اقوى من توم كتير كتير ياي والله انا فرحان شكرا للكو كل ياتكو هيكو انتوا الان انتصرتوا على الاشرار وصلصين اصبحت حرة والكل بحب فلسطين فلسطين حرة 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 انا هو الفار جيري وانا بحب انقاذ الجميع وانا فار فلسطيني تحيا 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 فلسطين